موسيقى مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج كوميدياتوك البرنامج لي من خلاله نحاول في كل مرة نصل توضع على أبرز أخبار الصور والفيديوهات الأكثر تداولا في السوشيال ميديا يعني تفاعلتكم تم مشاهدينا على هذه الأخبار اللي تسمع الحدث في مواقع تواصل الإجتماعي نبدأ عدد اليوم كالعادة بترند الجزائري بالموضوع لو دارت حالة في الجزائر ولو ترند في الساعات الأخيرة حيث أنه لأول مرة في المدارس الابتدائية الجزائرية تم اعتماد اللغة الإنجليزية بدءا من الطور الابتدائي بعد دراسة عميقة للخبراء والمختصين قرار اعتماد اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي القاتر حيب كبير من الجزائريين اللي تفعلوا معه بقوة أما قد في تعليقها على القرار الحمد لله قرار رئاسي صائب نثمنه ربي يحمي بلادنا يا رب أما أم كارم فقالت في تعليقها أول قرار يعجبني بالتوفيق لأولادنا المهم يكملوها في الجامعة مشيكي يطلعوا للجامعة يلقاوا الجامعة بالفرنسية دايما في الجزائر بالضبط إلى وهران وننتشر فيديو جميل جدا لطفلة صغيرة تحت عنوان أول مدشنة لملعب وهران الجديد قبل أيام من ألعاب البحر الأبيض المتوسط رح نشوفوا الفيديو ونرجع موسيقى 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 ما شاء الله الفيديو ألقى تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي والجزائرين كل عادة ما فوديوش فرصة التعليق والتفاعل عليها مونير قال في تعليقه على الفيديو ما شاء الله ربي يحفظ وصنة فعلا صورة رائعة سالح قال في تعليقه على الفيديو ما شاء الله ربي يحفظها وإن شاء الله تكون فالخير علüchtين الجزائريين أما حبيب فقال في تعليقه إن شاء الله تكون يوماً ما بطلة الجزائر دايماً مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط ويندونوا رواد مواقع تواصل اجتماعي فيديو آخر للتحذيرات بملعب وهران لحفل افتتاح الألعاب المتوسطية الفيديو عبارة عن مشهد ليلي بالأضواء الكاشفة داخل الملعب رح يشوفوا الفيديو ونعجم الفيديو دوله الجزائريين وتفعله معه كي اللي يعجبهم وثمنوا المجهودات المبذولة كيما فؤاد اللي قال الله يبارك زيادة في الجزائر وكي اللي معجبهم شو تنمروا عليه كيما راشيد اللي قال في تعليقه هذا الأضواء خالعتك أنا في بيتي عندي خير منها شريتها سبعين ألف أما حسان فاختار أنه يرد على الناس اللي تنمرت على الملعب فقال في تعليقه شعب ما يبغيش حتى يروحوا على العام السلبية بغي يبغوكم من الناس الأخرى الناس تعظم كل صغيرة ديرها بلادها وانتم ما تضحكوا على كل شي فعلا تصرفاتكم تحتاج لدراسة اجتماعية إلى ترند العالمي مشاهدين وانتشرت صورة ليوتيوب الكوري الشهير داود كيم الصورة له وهو في مكة المكرمة يؤدي في شعيرة الحج وكان نشرها على صفحته الرسمية في انستغرام واكتب معها أنا سعيد لأنه الله اختارني أن أكون عبده وآتي بي إلى مكة الصورة القاد تفاعل واستحسان كبير على مواقع تواصل اجتماعي مونة قاد في تعليقها على الصورة ربي ثبتو إن شاء الله الله يباركها داره في شعال من لي اعتنق الإسلام أما أبو حسناء فقال ما شاء الله تبارك الله ويدخلون في دين الله أفواجه إلى آخر فقر مشاهدين في هذا العدد اللي رح تديكم بهذه المرة في جولة لأغرب فندق بالجزائر فمن درجة انبهار الزبائن به أطلقوا عليه تلك التسميات المستمدة من البرامج الوثائقية والرسوم المتحركة العلمية لتصور تجمع لبيوت النمل الوجهة رح تكون إلى الفندق لما يعفوش الجزائريين وبثاف منهم يكذبوا الصور المتداولة عبر منصات التواصل عليه وأرجع وجوده إلى دول أخرى إلا أنه الحقيقة أنه فندق جزائري وبهندسة معمارية مسجد بين الحضارة الإسلامية والعالمية فعلى بعد 470 كم غربي العاصمة وتحديدا في منطقة بوزار التابعة لولاية عينتي موشين نجد هذا المنتجع السياحي لعطول عش النمل هذا المشروع اللي تبنى عام 2016 ليكون نموذجا سياحيا فريدا من نوعه في الجزائر وإفريقيا اختار صاحب موقع استراتيجي جاذب للسياحة وتعاد الجزائر رابع دولة في العالم تتحصل لحق الاعتماد على المخطط الهندسي بعد كل من سويسرا فرنسا والولايات المتحدة غير أنه صاحب مشروع الشنمل السياحي اختار أنه يطفي لمسه من هوية الجزائر على تصميم المهندس المعماري العالمي دانيال جراتالو ليمزج بذلك بين الفن العالمي بهندسة عربية إسلامية تزيد من راحة زواره واهتم الفندق أيضا بتكوين عماله في الفندق والإعلام السياحي والطبخ الجزائري والغربي ليجمع بذلك خصوصيات مستوحات من البيئة الجزائرية ثقافتها أصلتها الأورو المتوسطية لنا مشاهدين أكون وصلنا نهاية هذا العدد لا تنسوا اشتركونا بالصور والفيديوهات لردارة حالة مواقع توصيل اجتماعي لمنصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة بشناد روليا في الأعداد القادمة وصلنا لنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة